حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين نجاحاً كبيراً في حجم الإقبال على حضور الفعاليات والمشاركة في الأنشطة التقافية والفنية إلى جانب ارتفاع ضخم في حجم مبيعات الكتب وسجل المعرض على مدار 13 يوماً من الفعاليات قرابة 5 ملايين زائر محققاً بذلك الإقبال الجماهيري الكبير في تاريخه منذ انطلاق دورته الأولى نسخة غير مسبوقة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تثبت من جديد قوة مصر الثقافية باعتبارها قبلة للتنوير في العالم العربي وملتقى للمثقفين على مستوى العالم خاصة وأن المعرض يعد الثاني أكبر معرض للكتاب على مستوى العالم النسخة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب حققت أرقاماً غير مسبوقة وقياسية من حيث عدد الزائرين التي سجلت قرابة 5 ملايين زائر وحجم مشاركة دور النشر غير المسبوقة والفعاليات والندوات إضافة إلى عدد الدول المشاركة وحفلات توقيع الكتب للعديد من الكتاب المصريين والعرب كما سجل المعرض حجم مبيعات متميزاً مما يجدد التأكيد على أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل علامة مضيئة ومشرفة تعكس إيمان الدولة المصرية بقيمة الثقافة وتأثيرها الإيجابي داخل المجتمع كما يمثل ضمانة فاعلة لتبادل الحوار والتعايش الإنساني بين شعوب العالم وهو ما تحقق بامتياز من خلال حالة الزخم الجماهري والثقافية الذي اتسمت به فعاليات هذه الدورة وفي هذا الإطار تم إعلان أسماء الفائزين في جوائز المعرض حيث فاز في فرع النقد الأدبي مناصفة الدكتور محمد إبراهيم عبد العال عن كتابه النقد الثقافي نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب والدكتور حسام عبد العاطي عن كتابه التماسك النصي في الشعر العربي وفي مجال الرواية فازت رواية غذاء في بيت الطباخة للكاتب محمد الفخراني وفي فرع الشعر العامية فاز الشعر عبد السيد المصري عن ديوانه الحياة ما كانتش أحلى أما في شعر الفصحة فقد فاز الشعر جمال القصاص عن ديوانه كانت هنا الموسيقى وفي العلوم الإنسانية فازت شيرين محمد مناصفة مع شريهان عبد الحافظ عن كتاب الإعلام الرقمي تشريعات وأخلاقيات النشر وفي المجال العلمي فاز إيهاب خليفة عن كتابه الخوارزميات القاتلة أما في مجال تحقيق التراس فقد فازت مروى محمد علي عن كتاب معجم المصطلحات الصيدلانية التراسية وفي فرع الفنون فاز الكاتب محمود قاسم عن كتابه العلم والسينما والتخيل أما جائزة أفضل كتاب مترجم فقد ذهبت إلى محمد صبري يوسف عن ترجمته لكتاب توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية وذهبت جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل إلى الكاتب أحمد سمير سعد عن كتابه جورج ومفتاحه السري للكون أما جائزة أفضل ناشر مصري فقد فازت بها مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية أما جائزة أفضل ناشر عربية فقد ذهبت مناصفة إلى الرواق للنشر والتوزيع من مصر ودار المتوسط للنشر والتوزيع ميلانو وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا وتعريف الآخر بالإبداع المصري والعربية مما يتيح آفاقا رحبة للتبادل الثقافية والإبداعية والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور بمختلف روافده الثقافية